ده بالنسبة لنادي الزمالك نادي الزمالك توصل الى اتفاق مع البرتوالي جزالدو فريرة لانهاء التعاقد بالتراضي وعرفنا في رقم 10 ان العرض اللي قدمه نادي الزمالك لانهاء التعاقد مع فريرة يقضي بالتنازل عن الشرط الجزاء الى جانب التنازل عن مكافئة الدور والحصول على ما يقرب من 170 ألف دولار قيمة مستحقات متأخرة واشترط في التسوية ان يتم تحولها فريرة اشترط ان يتم تحولها خلال الساعات المجبلة وإلا سيتم الغاء للتفاق طيب ده بالنسبة لفريرة